السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيب للجميع وغادر رجعوا لبعض الأسئلة اللي جات وراء حلقات تدريب على الجري وربما الإجابة شفاوية تكون أحسن بالمقارنة مع الإجابة كتابيا حتى يستفيد الجميع وحفاظا على خصوصيص بعض الناس فأنا مدرت الأسماء هنا يعني اختيت فقط السؤال ونجاوبه إن شاء الله بدك شي لك نعرفه بكل توضع ما تنساش تكلم لنا على النظام الغذائي إن شاء الله نتكلموا على النظام الغذائي نعطيكم أخوتي شي ريفيرانس ومنهم ممكن لك تقلب لأن النظام الغذائي التغذية وللنظام الغذائي فهو واحد تخصص نعطيك ذي ريفيرانس فيه ممكن لك يعني تقلب وتقارن كذلك والله مكراتك أخوتي تعطيني شي بروغرام دي المسافة 800 متر نعم نديرو بروغراماتيون دي 800 متر بتداء من الحلقة رقم 5 غذين نعطيكم من ديبوا البروغرام بروغرام دي الواحد اللون ترينير سيرتيفيه يعني معاوشاني ما مشي أي واحد خصو يعطي بروغرام خصو يكون واحد لابيرسون عندو لابيليتي عندو السمعة عندو الريبيتاسيون يكون شو واحد معروف هو اللي يعطيك بروغرام ولا يتتق فيه وما تتقوش في أي حاجة كين في يوتيوب وإي حاجة كين في الانترنت وأخرا نبالي واحد السيد كاتب بواحد البروغرام دير فيديو يوتيوب ودير بأن كيف تجري مسافة الخمسة الاف متر الخمسة كيلومتر ركزوا معي مزيان خمسة كيلومتر في خمسة دقيقة برنامج يلسيت أسابيع فهذا الشخص هذا تيكذب ومعرف شرطوش يقول وربما معمروه جره في حياته وجوبت ودرت ليه كومونتير وكت ليه شي لك تقول خيار أما ماشي لوجيك ويجاوبني يقول ليه والناس المتفائلين يقدروا يديروا هاد الشيء وكذا وهذا أما كيلا تفائل لأواله ولعب القوة كت عبره بالكرونو ما يمكن لكش ما كينش العطيفة فتش سواتو يبرفورمو غتدير واحد الكرونو سولون واحد لكونديسيون بواحد تدريب مؤين سوو ما كينوالو وباش تدير كينز مينوتر في الخمسة الاف متر هدر الهو نيفو هذا رماشي الباني فورا الهو نيفو وصيب على بورتيت تول موند سي اوخ ديو كومة أنا عارش نوال الشيء ندر كل كيلومتر خس تدربه في طروا مينوت را واحد الافيداس اللي هي كبيرة بزاف رغم ما غديش تديرها في بروغرام دي السيد الاسابيه فبحال البرغرام إما غي فشلك إما غي بليسيك فرجليك إما غيديلك شي مشكل في في الوريتم كاردياك ديال كل شي حاجة لكانت عندك شي مالاضي في كاردياك كل شي حاجة المهم غيديلك شي مشكل ولذلك فانا تنقول لكم ديما سيروا بشوية ديما ريو بشوية البروغراماتيون بشوية 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 وانتو ما كتعرفو وكتعرف الكور ديالك ولي سونساسيون ديالك أوكي واحد السيد قال أنا معجب من البحرين ممكن تتكلم بالعربية الفصحة فالعربية اللي بجتنا دروبيا هي تقريباً اللغة بيضاء المغربية مخلطة مع بعض مصطلحات باللغة العربية وحتى بعد المرة تنكون يعني واضح في الحلقة ليتيغمون را قلت ليتيغمون بالفرنسية قلت ستريتشين بالانجلي قلت إطالة العضالات مورنة العضالات قلت أيضاً العضالة كنجبدوها بالداريجة كنحاولون ندروه واحد الخليط ونكونوا واضحين فممكن أنك تكتب سؤال نجاوبوك لما في مجيش شي حاجة ولي هديكين الإخوان توا ما يقدروا يجاوبوك ونتعاونوا بيناتنا ما كنش مشكين إن شاء الله نكونوا أوضح في الحلقات اللي غتجي إن شاء الله ما كرناش تدير لي ناشي ببروغرام دي العشرة كيلومتر غنديروا إن شاء الله ببروغرام دي العشرة ألف متر أو عشرة كيلومتر غايكون إن شاء الله في الحلقة الخامسة غادي موريكم ينجبدو جميع البرامج على حسب شنو بغين ترينيو باش تنصحني أخي الكريم الركوبة كتحرقني أخويا ما يكون عندك باش إن شاء الله اللي حد الباس الروماتيزم هتسيد عندون الروماتيزم حسب الطبيب بوش نجري يقدر يفاقم المشكل وشي طريطمون إلا كان عندك فكرة وشكرا جزيلا أخويا طريطمون ماكي تعطاش في الإنترنت وعندك ينصب عليك شي واحد يقول أنك طريطمون ولا عيط ليه في واتساب ولا كده طريطمون طبيب اللي عنده المسؤولية واللي عنده القدرة باش أنه يفحص شي واحد بغيت الترينيو يجري أوكي تشاور أولا مع الطبيب ديالك الطبي ديالك يقولك لا أو لا يلاقي لك الطبيب وي ممكن تجرب وي غتمشي يا أخويا لشي أرضية اللي هي ماشي صلبة تقدر تبدأ فيها تكون تكسبر ديالة مزيانة أرضية ماشي صلبة مثلا طارطن بحال هذا اللي دير في طارطن طارطن تي أمور تيلي شوك لما كانش طارطن يكون القازون بحال هذا يكون قازون زربية بحال دوك ملاعي بالقرب في المغرب إلا كنت تدخل شي واحد ترينيو فيه ما يكونش ذاك القازون اللي في الحفاري وذكش ذاكرا يقدر يلويل كرج ليك أو إلا كنت في مدينة ساحلية في البحر فالشي هبط تكرد تكون ذاك الرملة اللي هي فاسقة ما تشيش رملة ناشفة الرملة فاسقة زربية تاية تريني فوق منا كتأمور تيلي شوك باش تبدأ إلا ما لقيتش الشي اللي قلت فمعليك إلا كنت ترينيو جريدي لالك فرملة القاسحات كنت تشاورتي مع الطبيب السبرديل مزيانة كل شي مزيان تبدأ ترينيو تضربني ببرمية كيلوميتر ما تلان في الأول تقول لان مشي سنك مينوت أوكي صحيحة ما خصت تحرقك تحرقك شي حاجة آلام و لشاه وقف الآلام هو واحد السينيليا العطيها لنا الله سبحانه وتعلاك باش كتعرف ركين واحد المشكيلا في واحد البلاسة يقول الألم وقف ما تديرش مجازة فو مغامرة وتقول لا نورك عليها ورقة تبرى لا وقف إذا أنا أتبدأ بحلقة تبدأ تشوف الحلقة تواحد وثلاثة ربعات تستافد وتمشي تقدر تبدأ بخمسة دقائق ديال الجري بما أن عندك رومانسيزم ولا يشافيك عشرة دقائق اللي أقدرتي ألم من بعد قطع غد بك تطلع النهار الأول خساك مينوت دي مينوت كنز مينوت فان مينوت ونت غادي تتولي إن شاء الله تديرنا الساعة بيرتياح بدون أي مشكل أو لما قطرتيش على الجري ليماغش أكسي لغي ليماغش كوميم ما كنديرو شوم ليشوك فحيش في الجريش كنديرو كننقزو تيكونو دي شوك على الكور ديانا كنزيدو انتقلو على لزارتيكولاتيون بوحد ثلاثة المرات إلا كنتي كتوزن مثلا 50 كيلوغرام ولا 60 ولا 70 كيلوغرام ففي الجري الركبة ديالك كتتسيب بورتيت الوزن لك ثلاثة المرات بحل كتتسيب بورتيت الوزن لك كانت 50 كيلوغرام كتوليت سيب بورتيت 150 كيلوغرام ولذلك كنقل لكم سيرو بالشوية في الول إذن هذا هو الإشكال فسير بالشوية عليك وإن شاء الله ما يكون هذا الخير ونتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله شكرا أخي الكريم أنا كنت عداء وتحلولي الركابي لا يشافيك أخويا ولا حد الباس بجوج تحلو لي ركابي بجوجو توقفت هدي عشر سنوات حاول ترجع تحمل مرة كي نوضع لي رجلية باش نصحني اخي الحبيب اخويا نصحك اول حاجة بشي عند طبيب ديال العظام طبيب العظام على حساب المدينة اللي انت فيها طبيب العظام شي عندو شي واحد يكون عندو سمعة طيبات بشي عندو الدخول تعود لي تقول لنا بغيت رجع اللون ترينمو غايفحصك اشوف كيفاش واقف لامور فولوجي ديال كيفاش كتحط رجليك غتدير دي راديو اشوف لامور فولوجي ديالك واش ممكن انك تدير جري غيحط لك رجليك فوق واحد لبلاك واحد الالة واحد لاماشين وغيشوف لي بوان اللي هما فيهم دي تانسيون كتر من دي بوان خرين حيت كين فاش كنكون لكين جري او واقفين او كنتمشيو فربما شي بلايس كي يجروا كصير من بلايس عندو مليف فور كصير هو غيشوف واش الركبات واش الطellschaftوبيات واش الفاصياء بلاونتائر واش هادي القصباء تا سيطهد لي طندنت في القصباء على حساب هو غيشوف فى توماك غايقول لك شنة где تدير حيط بعد المرة تكون المشكل في الفاصياء بلاونتائر في تحت الرجل وتيديلك مشكل في الركبة والا تيكون المشكل بعد المرة في الظهر وتتديلك مشكل في الركبة حيط من الرجل هتا الظهر انتكون واحدة سيلسلة اعصاب والعضلات تكون مرتبطة مبيني بحل السنسلة وذلك شيء ما قلت لكم في الأخير ديال الشاكاون ترينمو تديرو ليزي تيرمو تجبد كل شيء كل شيء يجبد بولا ريكيبيراسيون جنرال ديالكو هاتمشي عن الطبيب ويقول لك شنو كين وقدر الطبيب يشوف المورفولوجي ديالكو يقدر ينصحك إما بواحد النوع ديال الاحدي اللي هو يكون جيد وخصو يكون ديال الججري ويقدر ينصحك بزيد واحد واحد اللي سمال كي تزادو في القاعد السبر ديالك هادوك اللي سمال غاي كاليو لك على اسميتو على الركابي ديالك أخويا وهينقصو لك اللي شوك شي شوية فاش بغيت رجع للجري فتبال حلقة واحد جوش تلعة شربعة وكمما قلت للأخ اللي عندو مشكل ديال الروماتيزم فتبدا فوق واحد السطح اللي هو مارين إما القازون اللي هو بيان طون ديس زربية تشوفو زربية أو الطارطون اللي كان عندك لأكسي الواحد البس ديالات اللي جيزن بحال هادي أو البحر البحر هابط مكرت هادوك كتل بسبرديلت وكتل تريني بسبرديتك ماشي حفيان بسبرديلتك كتل تريني في حدا حدا اذك حدا العكوط ماشي فوق الدص وماشي فوق قرب من العناشفة حدا العكوط فاشي كل البحر هابط مكررت زربية ثم كتل تريني تبدأ لونترين موديارك خمسة دقايق عشر دقايق سينو لامارش أكسيلايري كمما قلت للأخ اللي عندو الروماتيزم اللي شافيه لامارش أكسيلايري حتى هي كتحرك الدورة الدموية وحتى هي مزيان الجسم وت هي كتعرق الجسم لامارش أكسيلايري تيارة مزيانة تدير خطاوي بسرعة كبيرة تموك يعاونه إلا ما كتش قادر تجري لك كتش قادر تجري هادا يهدر أخرى خمسة دقايق عشر دقايق كنز مينيوت انتا غادوك تطلع بشوي بشوية ومخش الحصات غلبك ومخش كتش تحس بالآلم نهائيا وخط أعطي معلومات كتار في الفيديو فكيما قلت لكم ما يمكنش نطول الفيديوهات غايوا ليومو ملين أغلبي دي الناس كيبغوا معلومات سهلة ما تقاش تطول عليه كيما تيقولوا نجو دقايق للدقايق اقرب بعد دقايق صافي بعد المرة تنطول لكن فيديو مثلا الفيديو اللي درت على الثمانمائة متر نعم فيديو يستحق أن تطول حيث معلومات كتيرة بزاف علمية وكذلك تاريخيا بالنسبة لعدائين اللي كانوا في الثمانمائة متر تاريخيا زائد الأعرق المقياسية زائد أخصتك تدير فيديو شوية طويل فيديوهات مثلا تحلل الصباقات أو ممكنش نماتلا ندليكم صباق طويل للعشرالف متر ونبقى قالص وتنعلق بحلقة مومينة شوعد ما يتفرج قدر قاية يطلع لكم الدم دكور في كيلو ممكن تقول لي فين أنا هدا واحد السيد كان هدا واحد السيد في هذا الحجر الصحي تدير خمستاش الكيلومتر في ساعة وربعة مزيان أخويا الريتم باش غادي تقريبا غادي بخمسات دقايق تنظن ياك خمسات دقايق فنكتر مزيان أخويا لكن فوتينج إيزي مرتاح مزيان حاجة واحدة فاش تفوت الساعة الفوتينج فحاول دمعك الماء فاش كتفوت الساعة ستولي تفقد الماء بك أثرة تقول لي الفوتينج لي ببيديك كتولي تدخل كثير في الدهون فاش كتولي تحرق الدهون أكتر تقول لي في الماء أكتر يعني لفتي ساعة الفوتينج دي معك الماء كان واحدة سمايطات كيتباعو لكن تي عندك شوية إمكانيات واحدة سمايطات كيتديرو هنا في الكرش كتدير في مقرعة ديرك دير الماء تقايقا غادي وكتشرب كل عشرة دقايق يعني انتاد معوال أنك تدير فوتينج كبير دير ساعة وربعة ولا ساعة ونص فقد دي مع قرعة الماء كل عشرة دقايق كتإدراطي كتأخذ غورجي دو مشاني داروري لأنك فتي ساعة فتي ساعة صافيخصك إدراطي إلا كانت فوتينج كتديرو إيزي فوتينج أوكي مزيان لكو تي كتديرو فوتينج ربيد فحاول أن ما يكونوش فوتينجات طوال متابعين تقدر تدير فوتينج مثلا بهذا النوع هذا مرة في السمانة ومنموراه تدير فوتينج الفوتينج لما بين خمسة وربعين دقيقة حتى الساعة وانتا مرتاح باش تريكيبيري باش تريكيبيري باش تريكيبيري بحال الفوتينجات اللي هم طوال فيهم الشوك فيهم العصاة فيهم تطق على السمانة وضروري من الموراه ما يجب تريكيبيراسيون وكذلك أخذك الفوتينج اللي هم إيزي وهدو ما تبقوش فوتينجات عاديين توليو دي سورتي لونج حيط حنا فاش مثلا كنت كنت ندير سومي ماراطن تكون واحد دي سورتي لونج هدوك اللي سورتي كتديرت في السمانة ساعة واربع ساعة ونص ساعتين لاروب هدو تتمودي سورتي لونج كتبريباري لفور الكبير ديال الكمبيتيسيون وخستقدروا لتدير معك الماء فهد فهد النوع ديال التمرين اوكي خويا ونتمنى نكون واضح في الإيجابة ديالي هدوك الاضاف يعني هدوك ثلاث الحيثات ديال الجري الموسكيلاسيون واحد السيد بغي يدير ما بالموسكيلاسيون وكذلك الجري نعم مو مكين تدير الموهم ما تفوش تات الحيثات تات الحيثات ماكسيما مسبل الجري لان الجري في ليشوك مع الارض ليشوك ريبيتيتيف اللي كي يستريسي والجسم يستريسي وليطوندون في اللول يعني مو بتدئين ما تفوتوش ثلاثة ما تقرنش رازك مع واحد محتري فاذاكرة خدم دي سيزون اي دي سيزون وتيقوي العصاب ديالو وليطوندون ديالو وتيعرف ريكي ببيري وكيدير الماساج وتيدير بززاف ديالو حويش مو بتدئ ما تفوش ثلاثة بوش تدخل الميسكولاسيون ولا رياضة اخرى ناطاسيون ولا شي حاجة مو مكين تدخل لذيك الرياضة ماكينش مشكل هير ما تكونش لفاتيك فنتعرف راسك النبو ديالك في الميسكولاسيون واش كتعييف الميسكولاسيون بزاف واش اللي كنتي كتعييف بزاف وكانت رياضة ديالك الأخرى هي اللي اساسية وهي اللي برانسيبال غتخليها هي الاساسية بيانسير وغتنقص بعض الحيصاص من الجري لانك فاش كتفوت 4 حيصاص 5 حيصاص 6 حيصاص ديال مبقيتش من الهوات راكو اللي يتيف واحد الحاجة اخرى اللي هي اللي دخولتي في نصف نصف الاحتراف سومي بروفيسيونيل هير باش تعرف مو يم ما تكونش لفاتيك لو كنتي كتجري ثلاثة المرات وكتدير الميسكولاسيون مزيان كنتي كتعييف الزاف فحاولت نقص من الجري شوية إلا كتلميسكولاسيون هير زايدة تقدر تريني جوج جوج ابتداء ام جوج حيصاص فتتبانو النتائج اسمح لي شكرا للفيديو وبغيت نسولك على كيفاش يطلع la VO2max هي la consomation d'oxygen فاطعة الحال الانديرانس فوندامنطال جري الانديرانمون اللي فوتينغ تطلعوا لفي اوضو ماكس على حسب انت اياش من ديستانس غات تعزل فالفي اوضو ماكس كتطلع باللي فوتينغ كتطلع بالتدريب على شي مسافة معيانة فاش ندخلوا في بروغرماسيون ممكن تاخد شي بروغرام تبدأ التريني عليه لكني بغيت تمشي في الدومين ديال الألعاب القوة وش ممكن توفق بين الجراء وريضة ممكن لعنده بجاوبة على السؤال وش حام الحصد الجراء ممكن تدري في الأسبوع مع علم انك غادي التريني واحد خمسة الأيام في الأسبوع لماكسيموم أخويا غتدير ثلاثة بغيت تدير جوج مزيان كان سبور ديال كامل أجسام عندك هو الأساسي غتدير حصة واحدة وذيك الحصة غتديره فوتينغ باش ترتاح مزيانة غتنفعك في المسكولاتيون لأن الكور ديالك غتتغييوكسيجينيه وغتخرج لسيدلاكتيك وليدي الشي وغتجريغ يعاونك في المسكولاتيون يعني إلا كنتي كتتريني حصة واحدة دير الجريرة غتتعاونك في الريكيبيراسيون بالنسبة للوزن المناسب أخويا فالرياضات كاملين مزيانين بالنسبة للوزن المناسب كتحرق للتقائر فقط خستك تنتابع الواحد المسألة فاش كتولي التريني فالكور ديالك تبقى يخدم انتليجان تيولي يستوكي الانيرجي أكتر فعلش يوعدين تي تريني وتغلاضو حيت تيبدو يأكلوه أكتر الشهية كتتحل كتتريني الشهية كتتحل كتتولي تتاكل بزاف الوزن ديالك تيزيد فأغسك ترد البال من الماكلة تكون إيكيليبري تكون التوازن دبا نظرنش على التغذية يكون التوازن في الأكل ديالك باش ما يكونش عندك واحد تصير بوال لا يجيك بسبب تكتريني وكتنقش فربما قد تزاد كما قلت الشهية ديالك وحتى الفوليوم دو استوكاج كي تزاد مع التدريب لأن تيقول الجسم هدا غايد ربع ليه تمارك سينستوكي لينيرجيب الزاف تبدو تستوكي تبدو الوزني تزاد فالرياضة زائد تغذية المتوازن ان شاء الله نتمنى نكون واضح هذا كان فيديو على الحلقة واحد جوجت لاته ديال برنامج الجري وما زال نديرو فيديوهات أخرى نجاوبوا على أسئلة أخرى اللي كومنتر والسلام عليكم والسلام عليكم